السلام عليكم متابعي دراما سبورت خمس منتخبات عربية أكلوا عقوبات من الفيفا بعد تصفيات كأس العالم بمن فيهم منتخبنا وهلأ بدك تسأل شو خصوا منتخبنا بالعقوبات من الفيفا نحن أساسا يعني ما عملنا شي بهالتصفيات لا شغب جماهيري ولا حتى اعتراض على التحكيم ولا شي من هذا الشي وأنا مثلك يعني مستغربة وعندي نفس هذا السؤال ليش الفيفا عاقبت منتخبنا وشو السبب يعني بس أحيانا عم فكر بالموضوع وعمقول بأن الفيفا ممكن حطوا اسمنا تبلي بتبلي نتيجة بأن المال السايب والمجمد ما أحد عم بيستخدموه فحابين يستخدموه مكان المنتخب السوري على كل حال رح نحكي عن الخمس منتخبات العربية اللي تمت معاقبتها من قبل الفيفا وعيدية مباركة لهالخمس منتخبات قبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل ورح نحكي بالبداية عن المنتخبات الأقل تضررا من عقوبة الفيفا وللمنتخب اللي تعرض لمبلغ مادي أو مبلغ مالي ضخم جدا نبدأ من منتخب الجزائر الغرامة المالية حوالي 3000 فرنق سويسري يعني حوالي 4000 يورو السبب العقوبة رمي المقزوفات على الملعب وإشعال الألعاب النارية يعني الفتش طبعا بعد ما كان المنتخب الجزائري متأمل أو جمهور المنتخب الجزائري متأمل بإعادة مباراة الجزائر والكاميرون طبعا هذا التأمل أو هذا الأمل كان نتيجة بعض الأشخاص أو المروجين لفكرة إعادة المباراة أنا بصراحة حكيتها لما ببداية الموضوع حكيت بأن مستحيل منتخب الجزائر تنعادله المباراة قدام الكاميرون لكون المباراة انتهت بتوقيته الأصلي والإضافي بصافرة الحكم وما كانت فيه أمور تتعدى الأخطاء التحكيمية نعم المنتخب الجزائري تعرض للظلم واضح وفاضح من الحكم لكن هذا الشيء موجود بكرة القدم إنه فيه منتخب يتعرض للظلم بس إن تنعاد المباراة نتيجة خطأ تحكيمي هاد الشيء غير موجود فبالتالي الحديث الدائم كان عن إعادة المباراة شفته حديث بصراحة غير مجدي وغير مفيد للجمهور الجزائري لها السبب ما كنت عم بحكي عن المنتخب الجزائري حول إعادة المباراة كان فيه طلبات من إخوة جزائريين متابعين للقناة بس حسيت بأن الأمر غير مجدي الأمر فقط إذا بدك يعني أحكي عن هذا الموضوع للمشاهدات أو أعطيك أمل غير موجود فهذا الشيء مو من طبعي لازم أحكي لك إياه بصراحة المباراة ما رح تنعاد وانتهى الموضوع لا أكتر ولا أقل يعني صارت قرعة كأس العالم وتم تحديد المنتخبات ولسه فيه ناس أو لسه فيه أشخاص متأملين بإعادة المباراة وبالنهاية عم بنشوف عقوبة من الفيفا على الاتحاد الجزائري والمنتخب الجزائري نتيجة إشعال الألعاب النارية والثتيش والحركات هاي ورمي المقذوفات على الملحب فرحنا باتجاه إعادة المباراة إلى عقوبة على المنتخب الجزائري دائما بتمنى توخي الحذر حول أي موضوع إذا نحكى فيه خصوصا إعادة المباريات نحن نحن من الناس اللي كمان عانينا حول هذا الموضوع تحديدا بعد مباراة منتخبنا مع منتخب إستراليا بالملحق في صفحات في ناس حكوا عن إعادة مباراة منتخب سوريا وإستراليا لأسباب تافهة أو لأسباب بصراحة غير مقنعة وكمان طلعنا وحكينا ما بتنعاد المباراة إذا صفر الحكم حتى لو فيه أخطاء تحكيم على العموم مرة ثانية وثالثة ورابعة من أول هارد لك المنتخب الجزائري أكيد أنا ماني سعيد بسبب عدم إعادة المباراة لكن لازم نحكي الشيء الموجود الشيء من دون أي عاطفة من دون أي منح أمل وبعدها منحكي والله الاتحاد الجزائري كان مقصر أو الاتحاد الجزائري ما اشتغل مضبوط أنا بشوف أنه الاتحاد الجزائري يشتغل مثل الاتحاد المصري وأي اتحاد آخر ممكن يقدم اعتراض لكن هذا الاعتراض غير مشتي المنتخب الآخر اللي تعرض لغرامة مادية من قبل الفيفا منتخب مصر ستة آلاف فرنق سويسري نتيجة سوء سلوك المنتخب نفس حالة منتخب الجزائر تماما كان فيه حديث عن إعادة مباراة منتخب مصر والسنغال وما كنت عم أفهم سبب هذا الحديث بصراحة ما كنت عم أفهم يعني ليش عم تحكوا عن موضوع أو تعطوا أمل للجمهور وللناس خصوصا للناس المؤثرين ليش عم تعطوا أمل لهذا الجمهور حول إعادة مباراة والأمر أنتو بتعرفوه ضمنيا أنه ما رح تنعاد يعني إذا الشخص ضليع بكرة القدم بيعرف ما رح تنعاد المباراة والسبب واضح جدا الاتحاد المصري نعم قدم شكوى لكن هاي الشكوى بتبلى وبتشرب ميتها كمان ليش؟ لأن الأمر واضح وصريح لو لعيبة منتخب مصر أثناء ركلات الترجيح رفضوا تزديد الكرة لكون فيه ليزر وعم بيتم تشويش اللاعبين كان الموضوع مختلف كان الموضوع مختلف تماما لكن اللاعبة بإرادة هاللاعبين راحوا وسددوا الكرة فبالتالي لا جدال ولا حديث آخر عندك شكوى على المنتخب السنغالي ممكن يتعرض المنتخب السنغالي لعقوبة مالية أكتر من هيك ما فيه إعادة المباراة هذا الشي من وحي الخيال من وحي الناس اللي حاب فقط تشتت الجمهور وتعطي آمال وهم للناس لا أكتر ولا أقل ما فيه شي اسمه إعادة مباراة إلا إذا تم إيقاف المباراة من الحكم لسبب معين لا أكتر ولا أقل أما أنت كملت المباراة وصفر الحكم نهاية المباراة وأعلن عن الفائز فكيف رح تنعاد المباراة؟ يعني ما عم بفهم هذا الموضوع بصراحة وبالنهاية مثل ما حكينا منتخب الجزائر تعرض لغرامة مالية وحاليا منتخب بصر كمان تعرض لغرامة أخرى بستة الاف فرنق سويسري المنتخب الآخر اللي تعرض لغرامة مالية من قبل الفيفا هو منتخب سوريا بسبعة الاف وخمسمائة فرنق سويسري نتيجة أو سبب اشتياح الجماهير أرض الملعب بصراحة يعني أنا مستغرب من هاي العقوبة يعني ما شفت أساسا كان فيه جمهور اشتاح الملعب بمباراة المنتخب السوري بالتصفيات وهذا الشي اللجنة المؤقتة أو اتحاد كرة القدم اللجنة المؤقتة حاليا مطالبة أنه توضح شو هي العقوبة ليش هاي العقوبة موجودة على المنتخب السوري بأي مباراة تم اشتياح الجماهير أرض الملعب لازم نفهم هذا الموضوع بصراحة لأن ما نفهمان سبب العقوبة إلا إذا مثل ما حكينا تبلي بتبلي من الفيفا على المنتخب السوري كون المال المجمد والسائب ما حدا عن بيستخدمه فالفيفا حابة تستخدمه يعني الفيفا منظمة عندها عندها أموال طائلة لكن لازم يكون فيه توضيح من قبل اللجنة المؤقتة ليش تمت معاقبة المنتخب السوري وليش هذا العقاب والغرامة يعني نحن بأي مباراة عملنا اشتياح ودخلنا الملعب الجمهور السوري بكل المباريات كان جمهور حضاري جمهور لا استخدمنا لا فتش ولا ألعاب نارية ما عم بنقول نحن لا اعترضنا على التحكيم اعتراضنا كان على منتخبنا أكتر من المنتخب المنافس فالغرامة هاي بالتحديد لازم نفهم حيثياتها ولازم نفهم شو سبب هاي الغرامة وبأي مباراة صار فيه اشتياح للجمهور بالملعب لازم يوضحوننا قرار العقوبة بأي مباراة صارت فنحن عم نحكي عن عقوبة تقدر بمبلغ غمان ومانو سهل ومانو بسيط وليش ليش حتى نتعاقب يعني فهاي اللجنة المؤقتة لازم تتم مساءلة هاي اللجنة من قبل المسؤولين من قبل الاتحاد الرياضي العام بأي مباراة ولازم يكون فيه اعلان عن هاي العقوبة لها السبب يعني نحن بانتظار رد اللجنة المؤقتة حول هذا الموضوع تحديدا ليش فيه عقوبة على المنتخب السوري وبأي مباراة صار فيه اشتياح للجماهير السورية ارض الملعب منروح للمنتخب الاخر منتخب المغرب اللي تأهل لكاس العالم ورغم هالشي تعرض لغرامة مالية تقدر بثلاثين الف فرنك سويسري مبلغ كمان كبير جدا والسبب رمي المقذوفات اشعال الالعاب النارية واغلاق الممرات طبعا اشعال الالعاب النارية مثل ما حكينا بالدور السوري هذا مسموح لكن بالفيفا ممنوع فهذا الشي لسه متداول بالملاعب العربية للأسف الشديد ودائما المنتخبات العربية عم تتعرض لغرامات مالية نتيجة ما في رادع او ما في قانون واضح جدا حول منع الالعاب النارية بالملاعب فمنتمنى يشتغلوا حول هذا الموضوع احيانا الغرامة المالية بتكلف مبالغ يعني ما لا اي داعي اغلاق الممرات ممكن يكون في سوء تنظيم بالملاعب المغربية الله اعلم بشكل عام كون المنتخب المغربي يتأهل لكاس العالم فممكن صدى العقوبة ما تكون موجودة او اصداء العقوبة ما تكون موجودة بالمغرب بالشكل اللي ممكن نشوفه بالجزائر او مصر او حتى سوريا اللي انا بشوف انه ما صار فيه اشتياح للجماهير بالملعب والطريقة اللي انكتب فيها موضوع عقوبة الفيفا والمنتخب الاخير اللي اتعرض لغرامة مالية بصراحة كبيرة جدا المنتخب اللبناني بمئة الف فرنق سويسري زائد انك رح تلعب مباراة واحدة من دون جمهور بصراحة مبلغ كبير والسبب عدم الحفاظ على الامن رمي المقزوفات على الملعب اشتياح الجمهور ارض الملعب نعم المنتخب اللبناني ممكن بمباراة سوريا ولبنان صار هذا الشيء كان في عدم الحفاظ على الامن كان في رمي المقزوفات على الملعب كان في اشتياح للجماهير ارض الملعب بس منتخبنا ما عمل اي شيء بصراحة ممكن هاي المباراة تحديدا هي مباراة العقوبات اللي تم تحديدها على منتخب لبنان وسوريا لكن الغرامة على منتخب لبنان كان كبيرة جدا مئة الف فرنق سويسري ممكن كمان لان المباراة كانت بلبنان فبالتالي العقوبة رح تكون اكبر بصراحة عقوبة مبالغ فيها على منتخب لبنان يعني بغض النظر نعم في مشاكل صارت بمباراة منتخبنا مع منتخب لبنان بس توصل للمئة الف فرنق سويسري حاسس من في مبالغة في ظلم للمنتخب اللبناني بالنهاية المشاكل اللي بتصير بمباراة الديربي بيننا وبين لبنان بيننا وبين اي منتخب عربي اخر ما بتتعدى مشاكل يعني ان شاء الله ما بتوصل للمشاكل الموجودة ببقية الملاعب او حتى ما بتوصل احيانا فبالتالي غرام جدا صعب على منتخب لبنان كان ممكن الاكتفاء بلعب مباراة واحدة من دون جمهور مع الفين ثلاثة الاف اربعة الاف فرنق سويسري اما مئة الف فرنق مع الوضع الحالي بلبنان فكمان يعني بصراحة انا بشوف انه المبلغ كبير مبلغ كبير على منتخب لبنان على العموم خمس منتخبات عربية يعني عيدية الفيفا لنا بهالمبالغ الضخمة كان ممكن الاستفادة من هالمبالغ يعني حوالي 150 الى 160-170 الف فرنق سويسري لخدمة الكرة العربية وليس العقوبات وغرامات دائما بصراحة بعد كل تصفيات فيه كم منتخب عربي لازم ياخدوا هالعقوبات ويتكفلوا بيدفع مبالغ طائلة على كل حال متمنى المرات الجاية نسمع اخبار جيدة بأن في منتخبات عربية تأهلت لك أس العالم وليس منتخبات عربية عم تتعرض لغرامات مالية وكمان بتمنى الوعي من المشنجعين ما تنقادوا للاخبار اللي فيها نوع من اعطاء الامل على الفاضي لازم يكون الامل مصحوب بالدليل ومصحوب بالامثلة لما بتقول انه في مباراة راح تنعاد لازم تعطي مثال واضح وصريح عن اعادة مباراة انتهت بوقتها الاصلي والاضافي وبصافرة الحكم نعم كانت في اخطاء التحكيم لكن هل يعترى في اخطاء التحكيم بتنعاد مباراة لازم دائما تعطي امثلة عن اعادة مباريات وليس فقط انه في امل او في شكوى من اتحاد معين للفيفا شكاوي الاتحادات العربية وشكوى الاتحاد الجزائري او المصري بتتاخذ بعين الاعتبار فقط كشكوى اما الرد فدائما بيكون رد واحد المباراة انتهت بالملعب ولن تعاد اتمنى يعجبكم الفيديو وتكون بصحة وخير وسلامة